النهر ده اجتماع في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع تناول التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي ستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية بالكامل وخصوصا المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات اللي في منطقة توشكا واللي في منطقة سينة وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم كذلك مشروع سنابل سونو بأسوان زميل العزيز أحمد أشرف الحقيقة فقال لي سونو ده الاسم القديم جدا الذي كان يطلق على أسوان زمان يعني أولا يا أفدني بهذه المعلومة بجد يعني واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمراحل المستقبلية لتلك المشروعات الرئيس وجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة بالمناسبة هو لا تظن أن ده كله بمعزل عن ما يحدث حوالينا في المنطقة وهقولك ليه بعد شوية الرئيس بيقول يا جماعة إحنا مكملين في إطار خطة الدولة لمعالجة خلل مزمن في محدودية الرقع الزراعية للنسبة لازمتها إيه المشروعات القومية علشان يبقى عندنا أمح علشان اللي حصل في أوكرانيا ده لولا هذه المشروعات كان زمننا دلوقتي بالسلامة في أبونيكلا على طول كده عشان يبقى فيه عندنا بنجر سكر في بقى فيه عندك سكر علشان يبقى فيه عندك بطاطس علشان يبقى فيه عندك خضار علشان يبقى فيه عندك حصلات كتير لأنه لو تجي تقولي بس أصل هقولك اتقل قبل ما تقولي بس أصل أنت متصور لو كانت الحرب الروسية الأوكرانية دي زي ما هي كده وانت موسعتش الرقعة الزراعية بتاعتك كده انت متصارك ايه اللي هيحصل ان الاسعار بس هتغلى انت مكنش هتلاقي حاجة مش هتلاقي حاجة عندنا خلال مزمن زي ما قال الرئيس في الاراضي الزراعية بالمقارنة بالمساحة الجغرافية الكلية للجمهورية الرئيس عايز يخلق يعمل طفرة نوعية في هذا الصدد اضافة اكبر قدر ممكن من الرقعة الزراعية في مصر وبالتالي قدرة الدولة تزيد في تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري هل لازال حد يناقش نفسه في صمت جوه عقله كان لازمة المشروعات القومية ايه وبنوسع الرقعة الزراعية ليه وبنعمل مصامع ليه وبنعمل محطات معالجة مية ليه ومحطات تحلية ليه وبنعمل عشان اللي حصل في اوكرانيا ده نبقى احنا عاملين حسابه عشان اللي بيحصل فيه الحرب الدائرة الان في المنطقة يا رب تهدأ بس افترض هل مفترض يا جماعة ان احنا نبص تحت رجلينا ولا ان احنا طول الوقت بنبقى بصين على سيناريوهات ماذا بعد ادارة الدول ما بتمشيش يوم بيوم الدول تدار بسيناريوهات ماذا بعد سيناريو واحد واثنين وثلاثة واربعة الناس اللي بتحب كلام الاجانب كونتنجنسي بلان اي و بي و سي طب ده اللي بيتعامل في مصر من سنة 2014 مش كده ولا ايه على رأيي فوق ده المهندس الامريكان توافقوا مش اقولك سمعوا الكلام يا سيدي توافقوا تفهموا لأول مرة يتقال احنا كمان بنرفض التهجير عرفت انت فين ومين ولا لا